الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشونا ربهم ويخافونا سوء الحساب صدق الله العلي العظيم غير العين إلى الياء هناك ثلاث كلمات مختلفة المعنى الظلم الحساب العسير الحساب اليسير الظلم معناه واضح أن تسحق حق شخص الحساب العسير ليس ظلما الحساب العسير هو التدقيق في الأعمال السيئة لشخص يعني تجعل أعمال الشخص تحت المجهر تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة هذا ليس ظلما شخص ارتكب عملا سيئا يحاسب عليه الحساب اليسير هو أن تأخذ الشخص بطريقة سهلة ألا تدقق على أعماله السيئة هذه الأمور الثلاثة أي منها يحتمل في أفعال الله سبحانه وتعالى أما الظلم فلا يحتمل في أفعاله عز وجل مستحيل أن يظلم الله سبحانه وتعالى شخصاً ولا يظلم ربك أحدا هذا الظلم أما الآخران فيحتملان في أفعال الله سبحانه وتعالى قد يحاسب الله سبحانه وتعالى شخصاً شخصاً حساباً عسيرة والعياذ بالله تعالى والحساب اليسير كثير في أفعال الله سبحانه وتعالى الحساب العسير يعني التدقيق في أفعال العبد في مساوئه يعني العدالة أخذه بكل شيء عمله هذا عدل والحساب اليسير فضل الحساب اليسير الحساب العسير عدل والحساب اليسير فضل نحن جميعاً أملنا أن يحاسب الله عز وجل إيانا حساباً يسيراً أي أن يعاملنا بالفضل أملنا أن لا يحاسبنا الله تعالى حساباً عسيراً يعني أن لا يأخذنا بالعدل في دعاء الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة نقرأ هذه العبارة ومن كل عدلك مهربي إلهي أنا أهرب من عدلك أن تعاملني بالعدل في إحدى أدية الصحيفة السجادية ومن عدلك خائفين ولفضلك راجين العدل مخيف الفضل هو الذين أرجوه نحن عندنا أخطاء تجاه الله سبحانه وتعالى وما أعظمها أصغر خطأ مع الخالق عز وجل كبير فكيف بالكبار في أخطائنا الكبيرة نأمل ونتوقع ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بالفضل لا بالعدل ولكن ما إن يصل الأمر إلى التعامل فيما بيننا لا أريد أن أأخذ بالعدل أريد حقي حقي يا أخي هذا حقي عجيب في الأخطاء الصغيرة التي تقع بيننا فلان ظلمني في قضية عادية وأريد العادل أريد أن أأخذ كل حقي ولكن في الأخطاء الكبرى التي نرتكبها مع الله تجاه الله تجاه خالقنا عز وجل لا لا أريد العادل أريد الفاضل يقول هذا حقي أنا لست ظالما هو ظلمني أريد أن أأخذ حقي منه التعامل مع الناس بالعدل بالحساب العسير في أخطائهم تجاهنا هذا سيء جدا لو كنت محقا وفي كثير من الأحيان أصلا أنت تخرج من دائرة الحق هو ظلمك أنت تريد أن تأخذ حقك تأخذ أكثر من حقك أنت تصبح ظالما هو شتمني شتم واحدة سبني مسب واحدة عشرين مرة أسبه هذا ظلم لا أنا لست ظالما نعم أنت ظالم تعرف أنت حدود الظلم حدود حقوقك من مننا قرأ الحمد لله العلماء كتبوا فصلوا نقرأ لا نعرف حدودنا وحقوقنا على الآخرين ولا نعرف حدود الناس وحقوق الناس علينا وأقول لا هذا ليس ظلم نعم هذا ظلم كثيرا ما تقع في الظلم لنفرض خلاص أنت لست ظالما لا بأس لنفرض أنك لست ظالما تريد أن تأخذ كل حقك تسترجع كل حقك هذا السيء أنا لا أقول هذا سيء القرآن الكريم يقول هذا سيء الصحيح الصحيح أن نأخذ الناس لا بالحق بالحد لا تنظر إلى حقوقك انظر إلى حدك الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه إخواني أنسوا كل ما قلت ولكن تذكروا هذه الرواية الشريفة هذا الحديث الشريف اليوم أريد أن أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة هذا الحديث الشريف نقله الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بسند صحيح عن حمد قال دخل رجل على الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فشك إليه رجلا من أصحابه اشتكى عند الإمام عليه الصلاة والسلام على أحد أصحاب الإمام صلوات الله عليه خلص لعله خرج ذاك الرجل فلم يلبث أن جاء المشكو بعد فترة يسيرة جاء ذلك الشخص الذي اشتكي عليه عند الإمام صلوات الله عليه فقال له الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام ما لفلان يشكوك ما القضية فلان جاء يشكوك فقال هذا الرجل من أصحاب الإمام صلوات الله عليه فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي أنا ما صنعت شيئا خاطئا أنا أخذت كل حقي استقضيت يعني أخذت كل حقي فجلس الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ تتصور أنك إذا أخذت كل حقي أنت لست مسيئا أنت مسيئ هذه إساءة كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكى الله عز وجل يخافون سوء الحساب هؤلاء الذين كانوا يخافون سوء الحساب أو سوف يخافون سوء الحساب يخافون من الله عز وجل أن يظلمهم بالتأكيد لا ليس في حكم الله ظلم يخافون سوء الحساب يعني ماذا أرأيتك ما حكى الله عز وجل يخافون سوء الحساب أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم يعني أن يظلمهم الجور يعني الظلم هؤلاء خافوا من الله أن يظلمهم لا بالطبع لا قال عليه الصلاة والسلام لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء هؤلاء يخافون أن الله عز وجل يأخذ كل الحق منهم والله عز وجل يسمي ذلك السوء الحساب هذا شيء سيء الله يسميه في القرآن الكريم أنا لا أقول لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب فمن استقضاء كلام الإمام عليه الصلاة والسلام فمن استقضاء فقد أساء إنسى كل كلامي هذه الكلمة من أربع كلمات احفظ فمن استقضاء فقد أساء هو شتمني أنا أريد أن أجتمه بمقداره هذا السيء هو آذاني أنا لا أريد أن أذيه أكثر مما يستحق أذيه بمقدار ما يستحق هذا السيء هذا سوء الحساب القرآن يسميه سوء شيء سيء هو ظلمني استولى على شيء من أموالي أنا أريد أن أخذ كل أموالي التي استولى عليها هذا شيء سيء الفاضل تريد أن يحاسبك الله عز وجل حساباً يسيراً من مننا لا يريد ذلك كلنا نريد أصلاً لا ينجينا إلا هذا لا ينجينا إلا فضل الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل أن يأخذنا بالعدل نهلك نهلك خلاص الإنسان ننتهي نريد أن يحاسبنا الله عز وجل حساباً يسيراً نريد ذلك أم لا كلنا نريد ما الطريق الطريق ما ذكرته في بداية الكلام غير العين إلى الياء عندنا حساب عسير وعندنا حساب يسير عامل الناس باليسير لا بالعسير غير عين العسير إلى الياء يسير هكذا عامل الناس أنا ليس كلامي عن قضايا دينية الدين حدوده دقيقة من تجاوز حدود الدين تجاوز تجاوزاً كبيراً قف بوجهه أنا لا أقول ذلك لا أقول هناك أعفو هناك ليس من حقي أنا أعفو أصلاً في القضايا العامة الذي يظلم الناس الكثير من الناس لا لا أبداً أن لا أقول هذا الكلام لا أقول تعامل معه بالفضل اصفعه على وجهه الطغاة الفراعنة الجبابرة لا الموضوع موضوع ثاني حسب الأدلة حسب الآيات القرآنية والرواية الشريفة موضوع ثاني كلامي عن مشاكلنا الشخصية شخص آذاني أنا كشخص مؤمن ظلمني ظلماً شخصياً تعدى عليه أخذ شيئاً من أموالي بلا حق اتهمني ببعض التهم ظلمني كلامي هنا لا تحاسبه حساباً عسيرة اليوم الفلاني قال لي الكلمة الفلانية بعد عشرين سنة أنا لا أنسى هذا الشيء لي حق نعم لك حق ولكن هذا الحق الأخذ به شيء سيء القرآن الكريم يسميه سوء الحساب ثم أنت تريد أن يحاسبك الله حساباً يسيراً الطريق هو هذا حاسب الناس حساباً يسيراً الله عز وجل يحاسبك حساباً يسيراً أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة ثلاث روايات شريفة أقرأها لكم حديث عن البحار ورت في البحار حديث آخر في الكافي الشريف حديث آخر في موسوعة الكلمة الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ من مننا لا يريد؟ كلنا نريد ما هي؟ قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله صعب فليكن صعباً يا أخي تعود على هذا الصعب يصبح لك سهلاً ثم حتى لو كان صعباً الثمن يسوى الله يحاسبه حساباً يسيراً يدخله الجنة برحمته قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله تعطي من حرمك الذي ما أعطاك أنت أعطه في وقت حاجتك ما وقف لك أن تقف له في وقت حاجته وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك هذا الأحاديث الثلاثة التي أقرأها لكم كل حديث يبين جانباً من أهميتها كذا تصرف مع الناس التصرف بالفاضل التعامل بالفضل مع الناس لا بالعدل في الظلم الذي يقع عليك ظلماً شخصياً الحديث الشريف الآخر في الكافئة الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه قال حديث لطيف إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله مشكلة بعض الناس للأسف الشديد طبعاً يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توثباً علي وقطيعة لي وشتيمتان أهل بيتي وذونني توثبوا علي شتموني قاطعوني فأرفضهم أنا أيضاً أعاملهم بالمثل ماذا نقول نحن؟ نقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هو الذي قال هذه الكلمة قال كلمة أخرى أيضاً حفظت شيء وغابت عنك أشياء هؤلاء هكذا يعاملونني فأرفضهم قال صلى الله عليه وآله إذن يرفضكم الله جميعاً هم قاطعوك أنت أيضاً تقاطعهم الله عز وجل يرفضكم جميعاً قال يعني الرجل فكيف أصنع قال صلى الله عليه وآله تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ماذا يصير؟ فإنك كلام النبي صلى الله عليه وآله فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير الله يجعل ظهيراً منه لك عليهم الله يقويك حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه أيضاً حديث جداً لطيف ثلاثة أقسم بالله أنها الحق الإمام يقول أقسم بالله ثلاثة أقسم بالله أنها الحق ما هي؟ الأول يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة ولا زكاة الثاني وشاهدنا في الثاني ولا ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافئ بها فكظمها ظلم كان يتمكن أن يقابل الظلم بمثله لكن كظم ابتلع ماذا يصنع الله عز وجل به؟ فكظمها إلا أبدله الله مكانها عزاً الله يعوضه الثالث الآن ليس شاهد حديثنا الشيء الثالث الذي ذكره الإمام في هذا الحديث الشريف صلوات الله عليه ثلاث كلمات في ثلاثة أحاديث شريف الذي يعامل الناس بالفضل إذا ظلم لا يأخذ كل حقه وهو يتمكن أن يأخذ كل حقه لا يأخذ يترك بعض الشيء يتعامل بالفضل هذا الشخص الرواية الشريفة الأولى قالت حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته الرواية الشريفة الثانية قالت إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير الله يقويك عليهم الرواية الشريفة الثالثة قالت إلا أبدله الله مكانها عزاً الله يعوضك يعوضك بشيء يسوى عندك حتى في الدنيا ناهيك عن الآخر في الآخر حساب يسير أدخله الجنة برحمته لا في الدنيا في الدنيا الله عز وجل يعوضك بشيء أعظم مما خسرت امرأة مؤمنة في هذا البلد زوجت بالرجل غير مؤمن للأسف الشديد هذا الشيء شائع أنجبت عن سنوات عاشا معا أنجبت منه أولادا أبناء وبنات الأولاد شيئا فشيئا نشأوا وكبروا صاروا على طريقة أبيهم طريقة انحرافية وهذا كان يعتصر قلب هذه الأم أم مؤمنة ترى أولادها ينحرفون بعد سنوات طويلة ما حصل بين الزوجين خلاف اشتد الخلاف اشتد الخلاف إلى أن وصلوا إلى الانفصال الزوج طلقها في هذه الفترة هذه المرأة المؤمنة لبناء البيت لشراء البيت أعطت مبالغ معتنى بها لهذا الزوج أصبح شريكين آلاف الدنانير أعطتها لزوجها الآن حصل الانفصال مقتضى العادل ما هو أن يعطيها حقها لها حصة في هذا البيت ما أعطها من حولها ألح عليها أصر عليها خذي حقك ولو بالقانون راجعي للقضاء في المحاكم خذي حقك حتى أولادها الذين كانوا على طريقة أبيهم ولكن هذا حق واضح ألح عليها خذي حقك ولو بالقضاء بالمحاكم قالت صحيح أنه ليس مؤمنا صحيح أنه آذاني كثيرا صحيح صحيح كله صحيح ولكن أشنا معا سنوات الآن أجرجره في المحاكم لا أريد أعطاني المال أعطاني ما أعطاني وهبته له أصلا حتى في يوم القيامة لا أطالبه سنوات عيشة كذا عشرة آلاف دينار ليس مؤمنا وبالفعل هو ما أعطاها وبالفعل هي كانت بحاجة أعرف بعض التفاصيل القضيان بالنتيجة إمرأة تريد أن تذهب تشتري شقة ما تمكنت أن تشتري شقة حتى بالنسبة إلى تأثيث الشقة استأجرت شقة طبعا بالنسبة إلى تأثيث الشقة كانت عندها مشكلة هذه الأموال لو كانت في أيديها كانت تتمكن أن تشتري شقة أن تؤثث شقة لا ليس مهمة حتى لا أآخذه حتى في يوم القيامة خلاص أعطاني أعطاني ما أعطاني ممهم هي كانت تقول الله عز وجل أبدلني خيرا من هذه الأموال شيئا فشيئا طبعا خلال سنوات شيئا فشيئا كل أولادها أصبحوا مؤمنين هذا الأهم أم ذاك المال وهي كانت مسرورة تذكر هذه القضية أمرأة كبيرة في السن كانت تذكر هذه القضية بفرح الأبناء والبنات كلهم شيئا فشيئا أصبحوا مؤمنين تعفوا عن شيئا هي كانت تقول هذا في مقابل ذاك أنا لا أريد أن أعلق على القضية ولكن أقول كلام الإمام واضح هذه القضية كانت أو ما كانت الله عز وجل يبدلك خيرا من ذلك يبدلك شيئا يسوى عندك أكثر من ذاك الشيء الذي فاتك وأنت غضظت الطرف عنه بسبب هذه الكلمة في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فليعفو فليعفو يعني ماذا نعفو عن من عن فرعون عن نمرود عن من نعفو إذا أنا لا أعفو عن مؤمن عن من أريد أن أعفو عن مؤمن في قضية مهما كانت قضية دنيوية سبني شتمني آذاني اتهمني شوه سمعتي عند الناس فلياكم الله عز وجل يبدلك خيرا مما فاتك أعفو يعفو عن من ظلمه يعني ماذا عن من ظلمه يعني حصل ظلم حتى لو حصل ظلم قضية شخصية طوفها سيرة أهل البيت أفضل شاهد غير في تعاملك مع الناس في التعامل الشخصي للقضايا العامة القضايا العامة موضوع ثاني في القضايا الشخصية غير العين إلى ياء الحساب العسير غيره إلى حساب يسير والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الحساب للحديث صلح أن وفقنا لتكملة هذا الموضوع في جانب آخر طبعا منه في فرصة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات السيدة الكريمة العظيمة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه التي نحن في هذه الأيام في ذكرى مولدها الشريف على ما هو المشهور بين المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه السيدة التي أعطيت مقام الشفاعة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأن من الشأن نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه السيدة ببركاتها بعظمتها بمكانتها عنده أن يحاسبنا الله حسابا يسيرا وأن يدخلنا الجنة برحمته اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة